تمكن الجيش الأردني بالميطقة العسكرية الشرقية من إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية صباح الثلاثاء كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن أقوات حرس الحدود رصد محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات وأكد المصدر العسكري إسقاط الطائرة المسيرة داخل الأراضي الأردنية والتحفظ عليها مبينا أنها تحمل 500 غرام من مادة الكريستال حيث تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة وشدد المصدر العسكري على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية وكذلك مع أي مساع يراد بها تقويد وزعزعة أمن الأردن وترويع مواطنه ترجمة نانسي قنقر